لكن من الحاجات الجميلة جدا بقى لما رجع من انجلترا وبعدين كنا بنمضي عقود واخر يوم خلاص كمان ساعتين حيتقفل بقى بالقيد واربع خمس لعيب قاعدين قلت حسيب حسام للاخر ده جايلي بقى من انجلترا حناش إفريقي حسام غالي او اغلى لاعب طلع من مصر ساعة ما طلع جالي ميستر تود خاده ايكس اخاده فينرد بمليون وربعمائة الف يورو كان رقم مفزع وقته وجي بعد كده خاد الكامتي شريف اكرامي ايضا ميستر تود ده فخلاص جيت حسام غالي بقى وايه بقى بستعده بقى العشاكتة للنفس الطويل واللي ما عندناش وقت الحقيقة وحيدغط علي بالوقت فقلت له ايه يا حسام قال لي كابتن ايه تحت امرك قلت له يعني ايه تحت امر قال لي فين العود كده ينهر ابيض السلاسة هي كده كنت خبتك اول واحد بقى وراح ماضي اللي انا خايف منه حقلت ده جايلي بقى متجارة واحترافية اه 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 فينورد توتنام وجايلي هنا حيقول لي كان يوماني ما نطقش فحسام غالي كمان كابتن شو بير عمل معا حلقة انا اتفرقت عليها يبدو انها معادة سهرنا يمكن لساعة اثنين وروبع مبارح اه معادة كان يومين ثلاثة لكن حسام اه ادي بتاع ريال مدريد السيسة عجيب برضه لكن هو حسام كان لسه برضه طويل اه كان صغير هو سنتين خلي بالك ريال مدريد ومعادة روما تاني سنة فانت انت كابتن حسام غالي طبعا ردوده مش عارفة اقول شخصية موزونة اوي وصدقة اوي ومش بتاع تزوئ كلام واللي بيجي على باله ويقوله وحاجة حلوة ده حد ما جي في الاخر كابتن شبير قال له هسألك قال له بلاش اسئلة عطفية او درامية من فضلك ودحك بدأ يسأله عن زوجته هل لما انا قلتلك عن والدته رحمة الله عليها بدأ يتأثر هما سأله بقى للأهل وجمهوره خد نفسه وعايز تكلم مش عارف تكلم وبعدين قال كلمة واحدة شوف الجمال انا كنت فاكر نفسي اقوى من كده شوف التلخيص للي هو حاسس به بيكلم نفسه كنت فاكر نفسي اقوى من كده بمنتسد خلاص يا كبت طيب